السلام عليكم في الشرح السابق تكلمنا عن طريقة الريندر بطريقة سريعة في البليندر فأنا عندي البليندر 3 فالشخاص الذين يعانون من الريندر على الفيديو في البليندر يوجد بعض النصائح اول شيء حتى يكون الريندر سريع ولو الحاسوب الخاص بضعيف تحتاجون حدف اي برنامج موجود هنا او اي شيء موجود هنا اطرقوا فقط البليندر هذا اول شرط ثاني شرط يكون الفريمات فقط صغيرة الفيديو الخاص بكم يكون فيه فقط خمس ثواني او عشر ثواني كلما زاد الحجم كلما كان الريندر تقل ولكن انا سأعطيكم بعض الطرق ولو كان الفيديو فيه عشر ثواني او عشرين ثاني او دقيقة يكون معكم الريندر سريع المهم هذه بعض النصائح تكون البرامج محدوفة من هنا جميع برامج تكون محدوفة لا يكون اي ريندر على الحاسوب في اللحظة التي انتم تريدون عمل الريندر للبليندر الفريمات يستحسن ان لا يكونوا كثيرين واهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم تضغطون على هنا وتذهبون الى هذا المكان لو كان اي في سيكون الريندر سريع لاحظوا معي حاليا موجود في اي في اذا ذهبت الى هذا المكان تشاهدون انها الشاشة واضحة وانا اشغل بالسي بيو وليس الجي بي والحاسوب الذي معي فهو ضائف اي سينك والانفيديا عندي الكارتغرافيك سيئة جدا لاحظوا معي عندي حاليا ثلاثة واني اضغط على بلاي كما تشاهدون الريندر رائع وسريع وجيد في الاي في والغلو كذلك جميل المصيبة عندما تستعملون الكثير من اشخاص هم ضغطوا في هذا المكان بدون ان يشهروا لاحظوا المشكلة ماذا سيصير لاحظوا النيوز والتقل الخطير جدا عندما اضغط على بلاي لاحظوا المشكلة اين يوجد اذا هنا يوجد فرق ما بين السايكل والايفي الايفي هو سريع وواضح والغلو الى اخير هنا في السايكل يوجد شدة الواقعين هنا يوجد شدة الواقعين وهنا يوجد بعض الرسومات وواضح ان هذه الامور فهي فقط رسومات وتكون سريعة وواضحة والاضاءة تكون فيها واضحة جدا لو اردت السايكل يستحثن ان يكون عندك جي بي ويكون عندك حاسوب غيمير الى اخير فانا انصر اكون بالايفي يوجد بعض الاعمال لا تنجح على الايفي تحتاجون السايكل لذلك دائما قوموا بالعمل الذي يناسب الايفي وليس السايكل حاليا وضعنا الايفي سايكل كونوا علي يقين مثلا في ثلاث ثواني لو وضعتم جميع الاعدادات التي سأشرح لكم ولكن قمتوا بالاختلاف هنا بدل ان تقوموا بعمل ايفي وضعتم سايكل كونوا علي يقين سايكل ستأخذ لكم تقريبا لعمل رندر لثلاث ثواني ستأخذ عليكم تقريبا ممكن تأخذ ساعة من الوقت على حسب الحسب الخاص بك ممكن تأخذ ساعة ممكن تأخذ ساعتين ممكن تأخذ خمس ساعات الى اخره لمدة ثلاث ثواني الايفي سريع جدا سأرى الايفي كم ستأخذ لي هذا الرندر الذي هو الخاص بثلاث ثلاث ثواني المهم هنا تترك لي اعدادات كما هي هنا اذا نترك لي اعدادات كما هي اعدادات اتركوها كما هي تذهبون فقط الى هذا المكان هنا تكتبون 50% هنا تتركونها 24 هنا تتركوا الاعدادات كما هي كذلك هنا كما تتركوا فيديو الخاص بكم انا متلا وضعوا ال� sağ.. انا متلا وضعوا Tablet ثم تذهبون الى هذا المكان ثم تضغطون هالك ثم تضغطون الإجهام بعد الشكل وهنا تتركوا هذه الاعدادات كما هي فقط ما عليكم من بعد تذهبون اي اتركوا فقط هذه الاعدادات لا تغيروا على اي شيء اوكي غيروا فقط على هذه الامور الذي قلت لكم انا اغيروها جميل جدا ثم تذهبون الى ريندر ثم تضغطون على كوندرول اف 12 او اه تضغطون على كوندرول اف 12 انا سادهب الى ريندر الانيميشن اضغط عليها بهذا الشكل ثم تنتظرون عمل الريندر هنا سيعمل الريندر بشكل سريع لانه فقط في الايفي سيكون الريندر بشكل سريع وفي المكان الذي وضعته انا شخصيا هنا سننتظر ونريكم الفيديو سارى هل سيكون الريندر بشكل سريع جدا واقول لكم كم اخذ من الوقت في الايفي ولكن سايكل كونوا على اليقين سيأخذ معكم 5 ساعة او اكتر الان هيا بنا نرى الفيديو كيف اصبح جميل جدا كما لاحظتم الفيديو حاليا الفيديو رائع جدا تم عمل ريندر لمدة تقريبا 12 دقيقة في هذه الثلاث تواني كلما زادت الجودة كلما زاد وقت الريندر فلذلك يستحسن ان تقوموا بعمل ريندر متوسط بهذا الشكل وعلى الايفي ومن بعد ما تشتروا حواسيب قوية يمكنكم استعمال سايكل ورفع الجودة مع وضع الجي بيو للريندر هذا كل شيء اخواني نراكم في فيديوات قادمة فعليوا زر الجرس ونراكم في فيديوات ان شاء الله مميزة في مجال من الديب فيس والفي اف اكس والتوري دي والس جي اي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة